سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنياتهما لمملكة تايلاند وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار كما تم استعراض علاقات الصداقة القائمة بين البلدين والتي تشهد تطورا ونموا في مختلف المجالات حيث أكد سموه على ما تحظى به العلاقات بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند من اهتمام متبادل لتطويرها بما يسهم دوما في تنمية أطر التعاون والتنسيطة السيق الثنائي وبما يلب تطلعات المشتركة ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة